المنتخب النيجيري بيقدر يعمل ده بس هو منتخب نيجيريا عنده ميزة وعنده عيوب ميزة وعيوب خلينا برضو نقول بس بسرعة كده منتخب نيجيريا دي المشاركة العشرين دي فهم أفريقيا طبعا المدير الفني جوزي بسيرو المدير الفني السابق للأهلي والهلال أفضل مركز ديهم تيخذوا البطولة ثلاث مرات طبعا هم أكتر فريب يحقق المركز الثالث في تاريخ البطولة أعتقد أن المنتخب نيجيريا كمان بقى عنده ميزة ضخمة جدا هي خط الهبوب يعني إحنا لو هنشوف قبل درس لعب شاب فيكتور بونيفاس مع مهاجم باير ليفاركوزن 16 جول مع باير ليفاركوزن وصدرت هداف الدوري ومتصدرين الدوري الألماني وعمل أرقام ممتازة جدا على فكرة أنا شايف إن ده ممكن يبقى واحد من هدافين البطولة هو من مشكلته بقى أن اللي جنبه يعني فيكتور أوسمين بتتكلم عن هو هداف الدوري الإيطالي أغلى لسه مجدد عادوا معنا بوليكوشتك زي وأفضل لعفق أفريقيا فأنت بتتكلم كمان بقى أن اللي جايبين تيم تيم موافي ده مهاجم نيس وبرضو مهاجم كويس جدا مولقوا هاتشو ده توا تايو قوني دوت مهاجم برضو لتجان فورست فإحنا بنتكلم على ثلاثة أو أربع أسماء في الهجوم كلهم مهاجمين حقيين وأقوية جدا وغايبين ويفردين دي دي بس هو النهاردة تم إعلان رسمي أنه هو هيغيب عن البطولة بسبب الإصابة لكن بطبعا من الأبرز الإسمان الأسامي أوسمين شكويزي جناح ميلا ديمالا لوكمان جناح مهاجم وجناح أطالنطا وعمر صادق ويعتبر أغلى لعيب في تاريخ ريال السوسيدات بـ 20 مليون يورو فرقة فرقة تيلا لو كان لنا بس بص على أسماء المهاجمين اللي موجودين في نيجيريا أحمد موسى سيفاسي سبور هو ده اعتبر الأكبر واحد فيهم سنة ثلاثين سنة أربع مطرات بس السنة دي سجل هدف واحد موزيس سيمون موزاميل بقى مستطبع محمد فلانت في فرنسا سبعتاشر مطش سجل ثلاثة وصنع خمسة هينا تشوف في الستر سيتي ممكن عليه شكوك إنه هو ممكن ما يشاركش في البطولة بعد عشرين مباراة سجل ستة وصنع اتنين شكويزي نفس الكلام فمعميلا في سعتاشر مورو سجل اتنين وصنع هدف شكويزي لعب رائع على فرنسا لعيب مهاري جدا مش عاكسر موزيس دا مش عزرحية بالنسبة له معميلا بس هو لعيب ممتاز ممتاز جدا قوسي من طبعا 18 مطش سجل ثلاثة وصنع ثلاثة قديمولا لوكمان 23 مطش سجل سبعة وصنع ثلاثة عمر صدي 22 مطش سجل اتنين وصنع واحد ممكن دا أقلهم على المستوى الدها دي فيه بس كلهم ماجمين تحس نهم بيتكملوا بعضه لا تحس نهم مفو كلهم ينعوا مع بعض مع جوزي بسيرو الأرقام بتاعتهم برضو تكتولى المسؤولية بعدهم من أفريقيا 14 مباراة 6 فوز 3 تتعدوا لخمسة اخسارة يمكن هو من قبل البطولة وعليه شكوك بطريقة كبيرة جدا سجل 31 فيه منهم 10 مطش ساوتومي الأرقام تبقى كبيرة شوية استقبل 19 ففيها عندهم مشاكل في الدفاع الخطة المستخدمة في الأكتر المطشات بتبقى 4-4 اتنين اي ما لازم يلعب باثنين قداما عشان خاطر فطبعا بعد العدد دا كله لازم يلعب باثنين يعني لازم هو لو عليه ممكن يلعب بقبل الأربعة همين يعني لو أنا بلعب بلاي ستيشن هلعب بعشرة منهم هكو أنزل العشرة فلو هنيجي بها نتكلم على نقاط قوة نايجيريا الهجوم طبعا بكاسح بطريقة رهيبة بس الاستسهال وإهدار الفرص بشكل صعب وفج جدا يخليك وانت أدعس يشد شعرك ما ينفعش تقول لي انت كنت بتقول لي قبل لا 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 حايزة تقول لي ان هي لعبة يعني مش ما بتلعبش برجولة أو حماسة أوه اه فالموضوع يعني اللي هو انت لو مشجع نايجيري اللي هو جماعة التعملية فتنا فكرت كبه عشرة كنت بتعليه اه الحمد لله أنا ما بتعيش فهم حرفيا بضيع كل الفرص هم دايما اعتمادهم أكتر على اللعبة من على الأطراف يعني دايما بيحاولوا يخلقوا زيادة على الأدادية من على الأطراف علشان يبقى عندهم الفرصة ان هو يقدر يعمل للعرضية اللي تشكل الخطورة اللي يداروا يسجلوا منها هدف هو دايما بيعبر باتنين مهاجمين فعنده دايما الزيادة موجودة جوه الثمانتاشر بس لأسف ما بقفش يستغلوه يعني مثلا فرصة ممكن يبقى الجنف ودي في حطها ببطن ريجل وازيركنها في الزاوية فتروحها مع دايما جنبه القايم كرة بالهد فما تروحش كويس اه في حتة زيادة كده اللي هي الحتة لا اه اللي هي بالضيع اللي هي يا ابني ما من الأول اللي هو لو لها مصر قد تحت اللي هو لو ماتش مهم وضيعت فيها فرص زايدية يعني مش هيرجعوا نيجيريا تانية طبعا فلو جينا بقى نكمل بقية الصور بتاعت العرضيات الهكومية لنيجيريا بص فرصة زايدية مثلا ست مهاجمين من نيجيريا قدام خمسة بس العرضية غير متقنة فبالتالي قصت ليد الحارس بكل أريحية فيه لو نيجي نشوف الصور التانية دي برضو عرضية بس واتنين مهاجمين برا التمنتاشر برضو بيلعب العرضية يعني هم عندهم اعتماد على العرضيات بشكل قوي جدا بس في نفس الوقت ما بيعرفوش يستفيدوا منها دي هنا برضو عرضية خمس عيبة من نيجيريا قدام ستة وفي النهاية برضو ما بيستفيدوش منها بأي طريقة ممكن ومكانوا بيلاعبوا زنبابوي في تصفيات كاس العالم وماتش انتهى بنتيجة واحد واحد برضو في الصورة دي انت في الديئة 85 متعدين معل صوتو على أرضك في تصفيات كاس العالم العرضية قدام ثلاث لعيبة اختار تريبا أسوأ العيح يعني حل ممكن فبصاها للاتنين اللي قلب تفعلوا وفينجا وببعض فبرضو انتهت بعدم هدف الفرصة دي يمكن مثلا لما بدأوا يشغلوا دماغهم بقى ويلعبوا برجولة ده كانت في ماتش ودي قدام موزنبيك لعبة وزي وانتو كسر كل التكتل الدفاع ده وكورة تهب الهدف وانتو كورة رجعت للمهاجم لخط لأي خط الوسط كان عنيكة تقريبا لو أنا مفاكر بصح وسدت كورة من برد 18 جول فهم عندهم حلول بس هم عندهم مشكلة الاستهتار واهدار الفرص بسهولة رهيب دي برضو فرصة تانية عرضية شوف فيه كام واحدة أبيض من نيجيريا اللي هم خمس لعبة برد 18 وبرضو ما بتوصلهمش بالشكل المطلوب هم نيجيريا عموما من أكثر متخباتة اللي بتلعب عرضيات يعني في التصفات أمم أفريقيا كان معدل العرضيات بتاعتهم 22 عرضية في المباراة كان 33 في المياه بس اللي بيوصل منها بشكل صحيح بيكلم في سبع عرضيات بيوصلوا من 22 كانش بيداروا يستخدموها عندهم ميزة تانية انهم بيستخدموا أغلب هدفهم من جوة منطقة الجزاء يعني هم سجلوا 20 هدف من قصل 22 من جوة 18 لو قدر لنا اننا حنلعب مع منتخب من الاتنين في أدوار الأدوار اللي بعد كده بعد دور المجموعات وغريبا ممكن لعبوا مع أي حد منهم في دور 16 اه تبقى مين أفضل لنا لا يبقى بالنسبة لنا طبعا نيجيريا يعني كوتيفور يبقى مدعومين أكتر بالعامل الأرض الجمهور وفرقتهم يعني عايزين يعملوا حاجة في البطولة نيجيريا أصلا عندهم حواليهم مشاكل كتير حواليهم مشاكل بيصيروا نفسه حتى هم كانوا يعملوا حاملة اللي هي لأننا فعلها مجددا عشان عارفيني أن الأجواء مش أفضل حاجة قبل المتخب فهم عايزين يحاولوا يرجعوا للدنيا شوية فأنا أعتقد أننا أحسن لنا أننا نلاعب نيجيريا لو هم فضلوا بالحالات الهكومية اللي كانوا بيضايعوها والفرص السهلة اللي بيضايعوها لا إحنا نلاعب نيجيريا يا رب إسلام أنت شرفت ونورت كالعادة أنا بشكرك شكرا جزيلا وكالعادة مفيد يعني الحمد لله وأنا بسوط الله يا كريم دايما بيبقى معك وأشرف لي يا الله حبيبي أسلام بشكرك شكرا جزيلا